انا معه ان الزمالك ما انسحبش وقلتلكم انا لو مسؤول في الزمالك هطلع قدين لعبتي واقول غلطه وانا هعاقبهم كمسؤول واعتذر للجانب الاماراتي على الجزء ده واطلب انهاء الموضوع يعني هعاقبهم وافضل واقف في ظهرهم لغاية مخرجهم مهما كان لان في الاخر دول مسؤوليتي انا يعني مجلس الادارة ده زي رب الاسرة كده يعني ما يكون ابنك غلط انت اللي بتعاقبه لكن انت برضو اللي بتحميه تمام الدكتور حسام المندوه عمل تصريح دلوقتي عجبني لانه بيقف الباب مهم جدا لانه ماينفعش 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 في كل الاحوال بدلعب في الامارات الدولة شقيقة وعمرنا محسنة بازمة في الامارات ده الواحد في الامارات بيسافر كأنه تنزل مطار ابوزابي او دبي او مطار الشرق او اي مطار في الامارات كأنك نزلت مطار القاهرة او مطار برج العرب او اي مطار بصراحة يعني ده للامانة الشديدة كل الدولة العربية كده وده والله العظيم ما محابة لدولة عربية كل الدولة العربية بتنزل كأنك نزلت مطار القاهرة في حدث حصل وانسحاب انسحاب وبرامدزو بلغوا ببرامدزو ودقال ببرامدزو حيخش كذا وانسحاب الزمالك والناس فطلع الدكتور حساب المندو يعني قال يا جماعة اهو الزمالك يتراجع للانسحاب حساب المندو أميني الصندوق في نادي الزمالك ورئيس بقاسة الفريق مش بنفكر في الانسحاب بقول له برافو برافو بصراحة يعني هذا القرار انا بقول اهو قرار ناضج من مجرس دارة الزمالك رغم الولاد لسه محتجزين لازم يقوله كده دي مسئولية لازم تكون قد المسئولية مهما كانت الضغوط عليك والموقف صعب تكون قد المسئولية وتحلو وتبقى في ظهر الولاد ولا يمكن يتخلو عن دونجا ويتخلو عن مصفف شغل يبقى ابني افعاصه عندي في بيتي بس احميه لكن في نفس الوقت اما يكون غلطان لازم اقوله انه غلطان لازم اقول كده فقالك مش بنفكر في الانسحاب الموقف مش لطيف المجلس هيقعد وبناخد القرار المصبوط اتمنى هو خلاص مش بنفكر في الانسحاب هذا التصريح يغلق الباب ونقدر نقول انه فينال يوم الجمعة ساعة 8 مساء الاهل والزمالك خلاص قضي الامر ده كلام الدكتور حسام يوم الخميس انا اسف خميس الجاي مش الجمعة يوم الخميس خلاص الساعة 8 اهل وزمالك شكرا مجلس دارة الزمالك اغلقوا هذا الباب اغلقنا بقى الباب ده تعالوا بقى نقعد نشوف نحل قص الدونجة ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد ازاي في الاخر دول ولدنا دول ولدنا اخطأوا احنا نحاسبهم نجيبهم نحاسبهم نطلب من الجانب الامارات انهاء الامر ان شاء الله باذن الله سريعا وازا حصل اعتذار يتم ونغلق هذا الموضوع لان نخد بالك انا هاخد من من صديقي خالد ابو بكر كاتب بوست هاتو كده يا شباب هو بيتكلم فيه عن القصة دي معاك يا شباب ولا مش معاكو ده انا لسه اهو بصوا يا شباب بعد تولك اهو خالد ابو بكر المحامي طبعا المعروف وزاملنا الاعلامي اللي كل شو يدخل يعلامي ويخرج ويخرج انا حيرنا قال خلي بالك يا كابتن حسين انت تتحدث عن قرارات قضائية لدولة عربية ذاتة سيادة ده مش سكة موضوع القلعة الرياضية خالص يعني هنعن نهزر بقى احسن قلعة الرياضية احسن نادي في الكون يعني هنعن نهزر في الكلام ده كتير ممكن لكن ده كلام مفوش يزار ده قوانين ولوايح ونظم حلها التصالح حلها التصالح ده اللي عايز اقوله خالد أبو بكر يعني زاملنا العزيز انه في الاخد ده حلو التصالح ده مش خصة وانا اعتقد ان الامور كابتن حسين لابيه فهم كده والمجلس ادارة فهم كده بشكل كويس وانا بتصور انهم هيعاقبوا اللعيب على الموقف ده بشكل او باخر وانا بتصور انه الموضوع هينتهي بإذن الله بإذن الله بالتصالح وزي ما قالنا مبروك كده انه اللي تنمش هلعبوا الفاينال ويغلق هذا الباب ولكل حدث الحديث بقى لما يرجعوا مصر ان شاء الله ما بحث الزمالك بس انا كنت اعتمنى الزمالك يعلن العقوبة فورا يعلنها فورا كان لازم او اتحاد الكورة فورا كان قفل الباب ده اشتركوا في القناة